الفعل الماضي مع أنت أنتي ما هو الفعل الماضي؟ الفعل الماضي هو الفعل الذي يدل على حدث وقع وانتهى قبل زمن التكلم كأن نقول نجح شارك صعد أدخل علم وحركته الأصلية الفتحة ويأتي مبنيا فلا تتغير حركته بتغير موقعه في الجملة كيف يصرف الفعل الماضي مع أنت وانتي يصرف الفعل الماضي مع أنت للمفرد المذكر الغائب وهو ضمير من ضمائر المخاطب الخمسة أنت أنتي أنتما أنتم أنتن بسكون ما قبل الآخر وفتح آخره كأن نقول أنت لعبت أنت رسمت أنت فهمت تا فإذا نظرت إلى نهاية الأفعال المصرفة لوجدتها كلها انتهت بفتح تا ويصرف الفعل الماضي مع أنتي للمفرد المؤنث المخاطب بسكون ما قبل الآخر وكسر آخره كأن نقول أنت لعبت أنت رسمت أنت فهمت أنت إذا نظرنا إلى نهاية الأفعال المصرفة لوجدناها كلها تنتهي بتاء مفتوحة ومكسورة التمرين الأول أكتبوا نهاية الفعل أنت رسم الخطوطة أنت اقترح موضوع المشروع أنت زخرف الكتابة أنت ساعد آخاكي في مشروعه أنت تسلم الجائزة أنت قدم له النصائح التمرين الثاني أعوذ سوسا بي ثامر سألت الأم ابنتها قائلة هل أنت يا سوسن التي جلبت المقصة وقصصت من الأوراق الملونة أشكالا مختلفة ومن الأشكال شكلت حيوانا أليفا فيالك من فنانة مبدعة الإجابة سألت الأم ابنها قائلة هل أنت يا ثامر الذي جلبت المقصة قصة وقصصت من الأوراق الملونة أشكالا مختلفة ومن الأشكال شكلت حيوانا أليفا فيالك من فنان مبدع التمرين الثالث أكمل النص جاعلا فيه الأم تخاطب ابنتها قالت لها أمها هل المزهرية و فيها باقة الزهور فقالت نعم يا أمي فسألتها ثانية هل أثاث غرفة الجلوس والصوحون والكؤوس أجبتها كل شيء جاهز لاستقبال الظيوف الإجابة قالت لها أمها هل أخذت المزهرية ووضعت فيها باقة الزهور فقالت نعم يا أمي فسألتها ثانية هل رتبت أثاث غرفة الجلوس وأحضرت الصحون والكؤوس أجبتها كل شيء جاهز لاستقبال الظيوف